بس في كلام كتير جدا في هذا الملف احنا كان عندنا كمان في الدوري المصري لو حنقارن بفكرة هنا السن يعني عندنا لعيبة كتيرة بالمناسبة اعتزلت بعد أصلا سن 36 زي مثلا هديكم أمثلة لو أنا مش هنس حد كابتن واقل جمعة، كابتن أحمد حسن، كابتن حسام غيلي، كابتن عصام الحضري كل دول اعتزلوا وفي منهم اعتزل عصام الحضري تحدينا اعتزلوا عنده 46 سنة يعني هل في بقى مؤشرات بتقول ان العمر في كورة قدم أصبح مجرد نتكلم رقم يعني المقياس الحقيقي في الموضوع مش علاقة أبدا بسنك ليه علاقة فكرتنا القوة البدنية، استجابة الجسم أصلا لمؤشرات المخ على فكرة الكلام أنا بقوله لحضراتكم ده مش مجرد كلام لا ده حاجات علمية يعني حاجات بتدرس أو بتدرس حاليا بيقولك ان ممكن مثلا زمان كانت الثقافة عيام التسعينات مثلا أقولك لما توصل 30 سنة خلاص بقى انت ما بقتش موجود انت لازم تعتزل، الكلام ده مش موجود دلوقتي مع تطور القياسات البدنية وعلم الأحمال، لأصبح لعب كورة القدم قادر بشكل كبير جدا ان هو يستمر لغاية لما هو يقرر ان أنا خلاص انا مش قادر ان اكمل انا مش قادر ان انا يعني اعطي مزيد من التقلق والمزيد من البطولات التاريخي فساعتها اعتقد اتستايم بتكون بس ده لازم يكون قرار من اللاعب نفسه تيألي كده يعني على كل حال الموضوع ده عامل يعني مشكلة على السوشيال ميديا حاليا عشان كده عايزين نروح يعني وفكرة انا برضو ان احنا عندنا لعيبة في الدوري المصري ولو هنقارن شوية ونروح ونقارن لا متقلقين جدا وبصنعوا فرق كبير جدا وتاني لو انا هقول تحديدا فوق السن يعني مش هقول فوق السن فوق 30 هقول فوق 33 كمان شوفنا عندنا وليد سليمان وليد سليمان لسه معتازل بين نهاية الموسم اللي فات لو حضراتكم فكرين كان عنده 37 سنة تحديدا محمد عبد المنصف ده كيس تاني 44 سنة فلا احنا عندنا عندنا يعني لسه في كتير لعيبة تقدر تدي فكرة القياسات البدنية التدريب الاحمال كل ده اعتقد بيفرق بشكل كبير جدا في مستقبل اللاعب